الأدوار اللي هنعملها عندما جيء المسيح مقترنة بأمانتنا مش باختيار الله غير المشروط بالعكس كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير فلا أنا دلوقتي متلغبط هو الاختيار ده غير مشروط ولا مشروط دا ينقلنا للنقطة الثالثة والأخيرة في المحب الخمسة بقى اللي هو النوع الوجه الخامس بس عايز أقول هنا خد بالك أنت بتكلم عن كاتيجوري كاتيجوري جروب نوعية من البشر أو نوعية من الكائنات هذه النوعية من الكائنات أن تكون منها الأمر يعتمد على الاختيار مئة في المئة الغير مشروط أن تكون جوه الكاتيجوري ده وده من دفع محبة الله كيف نسميها محبةهم لكن جوه الكاتيجوري ده بقى أنت مرتبتك إيه ووضعك إيه وهتحقق إيه الأمر يعتمد على الأمانة بتاعتك يعتمد على مدى طاعتك أوكي أوكي يعتمد على يعني كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك ليأكل لك السلطان على عشر مدن طب وليه التاني خمسة أو من نفس النوعية نفس النوعية بس ياخد خمسة أوكي فأنت أنت تنتقل من كاتيجوري إلى كاتيجوري ده لاختيار الله لكن جوه الكاتيجوري لا مش بالاختيار الشوكي هتشغل أكتر هتأخذ أكتر بص اسمع الآية دي مثلا في تمسا وستانية أربعة يقولك أنا جهدت الجهاد الحسن حفظت الإمام أكملت الساعة وأخيرا وضع عليه إكليل البر بوليس بيكلم عن وضعه جوه الكاتيجوري ده هو زيه زي أي أصغر قديس وهو قال أنا أصغر جميع القديسين لما تكلم عن الكاتيجوري هو جوه الكاتيجوري ده بس جواه بقى قال لك أنه وضع عليه إكليل البر الذي يهبه لي مش الرب المنعم اللي بيختار يهبه لي الرب الديان العادل فالإكليل اللي علاقة بالأمانة كرسي المسيح هنا بقى كرسي المسيح كلمنا عنه مقبل كده كرسي المسيح اللي فيه سنظهر جميعا أمام كرسي المسيح اللي يمتحن عمل كل واحد فينا وفيه عملها تحترق تماما ما تخدش أي مكافأة رغم أنه هم الناس دول مختارين مختارين وجوه الكاتيجوري ويخلص كما لو بنار لكن مش هينال أي مكافأة أوكي فهلنقدر نقول أنه يعني فيه جانب من محبة الله مشروط أه قبل ما أقرهولك وأختم به نفسي بس أقرى لك تأكيد الكلام اللي أنا قلته من شوية عن الوضع الإسكاتولوجي أوكي اللي جاي وارتباطه بالاختيار أوكي فأقرى لك شوية آيات عن الاختيار وده فهمها في ضوء الكلام اللي أنا قلته ده يعني مثلا الآية اللي أنت سألتني فيها المرة اللي فاتت في أعمال 13 معينين للحياة الأبدية أنا وجهت نظري أن النوعية دي تتمتع بالحياة الأبدية وليست مجرد حياة من الله وتعريف الحياة الأبدية هي شخص يسوع نفسه هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية لكن مثلا عشان الوقت أقولهم لك ونت تفتكرهم بطرس الأولى واحد المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح لطاعة ورش دم يسوع المسيح اللي إحنا دائما بننادي بها في الصليب ونقول يدعونا للتوحد مع المسيح المصلوم طاعة ورش دم يسوع فهنا دعوة للاتحاد لطاعة له وأطاعها أوكي بالضبط أفسوس واحد اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لون قدامه في المحبة السابق فعينا للتبني حسب غنى نعمتي التي أجزالها علينا في المحبوب فلنكون هنا مع الابن يعني هنا نتوحد بالابن هنا نكون مع الابن رمية 8 ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين لنكون كالابن ويبدأ أمسك بقى الاختيار وعدي عليه من هذا المفهوم تلاقيه أن نتوحد مع الابن أن نكون مع الابن أن نشبه الابن أن نقتني مجد الابن كله مرتبط بوضع جديد اللي تقرأ عنه في كرونسؤولة 15 أنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء موطيئا لقدمه وبعد ما يملك الابن نفسه سوف يخضع للذي أخضع له الكل ليكون الله الكل في الكل الابن بقى وهو بيعمل العملية النهائية دي أفسوس واحد يقولك إياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل وكأنه المسيح لن يتمم المقاصد النهائية بشخصه كفرد لكن هو والكاونس الجديد هو والعيلة الجديدة هو والعروسة هو والجسد